اشتركوا في القناة ومن الواضح جداً أن الانتاج والاستقرار هدف أساسي عندنا في صندوق تنمية الموارد البشرية عندما نتحدث عن التسرب لا بد أن ننوه أن التسرب له شقين هناك شق إيجابي وشق سلبي لهذه الظاهرة الشق الإيجابي هو عبارة عن انتقال الموظفين من وظيفة إلى وظيفة أخرى في نفس المنشأة أو في منشأة أخرى نعتقد أن هذا شيء محمود ويعبر عن تقدير لهذه الكفاءات الموجودة عندنا في سوق العمل وتناقلها من منشأة إلى منشأة يضيف إلى المنشأة المنتقل إليها الموظف يمكن الجانب المهم الذي نتحدث عنه بشكل أكبر اليوم وهو الجانب السلبي التسرب السلبي وهو عبارة عن خروج الموظف من المنشأة أو المنظومة التي يعمل فيها قبل انتهاء فترة العقد المتعاقد معها لا يوجد تعريف محدد للتسرب من حيث الفترة المعينة التي يتسرب فيها الموظف فهناك تسرب بعد ثلاثة أشهر وهناك تسرب بعد ستة وبعد سنة وبعد سنتين بشكل عام أي موظف يخرج من المنشأة قبل انتهاء عقدة هذا تسرب واضح ويمكن ما يهمنا أكثر هو تسرب الأشهر القليلة عند بداية الموظف في عمله لما ننظر إلى التسرب يمكن الجميع يوافقني الرأي أنه ليس مسؤولية شخص معين التسرب هو مسؤولية مجموعة مختلفة من الأشخاص والجهات المعنية أنا أتكلم عن صاحب العمل أتكلم عن الموظف نفسه أتكلم عن الأنظمة واللوائح الموجودة في البلد أتكلم عن الأسرة أتكلم عن أصحاب الموظف أتكلم عن عدة أشياء يمكن ما يهمنا اليوم في جمعنا المبارك هذا هو دورنا حنا في دعم صاحب العمل ودعم طالب العمل في التعامل مع التسرب السلبي بشكل خاص هناك أيضاً أسباب أو عوامل مختلفة للتسرب الوظيفي هناك عوامل طاردة ويقابلها عوامل جاذبة هناك عوامل داخلية يقابلها عوامل خارجية لو تكلمنا عن عوامل طاردة على سبيل المثال وهو قلة مناسبة البيئة في منشأة معينة تجعل الموظف يخرج من هذه المنشأة والجاذبة على الشق الآخر هو وجود بيئة جيدة أو الدخل جيد أو إدارة جيدة أو أي سبب آخر موجودة في المنشأة الأخرى يجعل الموظف ينتقل إلى هذه المنشأة أمثلة أبرز عوامل التسرب الوظيفي اللي يمكن نراها في سوق العمل هو عدم توفر مسار وظيفي عدم وجود سياسات عمل وإجراءات عدم توفر بيئة عمل مناسبة رقبة في إكمال الدراسة اليوم الحمد لله فيه فرص كثيرة جداً لمن يرقب إكمال الدراسة سواء في داخل المملكة العربية السعودية أو عن طريق برنامج خادم الحرمين الشريفين من ضمن الأسباب أيضاً الانتقال إلى وظائف حكومية وهذا تحدي سمعنا منكم كثير أنه من الموظفين ينتقلون يتركنوا الوظائف وينتقلون إلى وظائف حكومية حتى وإن كانت أقل دخلاً وإنما قد تكون من وجهة نظر طالبية العمل أكثر أماناً قلة التدريب في بعض المنشآت أيضاً من عوامل التسرب السلبي وضغوط العمل نطاق العرض اليوم سنتحدث عن ثلاثة أشياء أساسية أنا ذكرت في بداية الأمر ويمكن ما يجعل مهمتي سهلة اليوم أنه سعادة مدير عام الصندوق تحدث بالأمس عن برامج كثيرة من صندوق تنمية المورد البشرية فلن أحتاج إن شاء الله إلى شرح جميع البرامج ولكن أنا ودي أستعرض البرامج اللي لها علاقة مباشرة وتساهم في الحد من ظاهرة التسرب السلبي سنتحدث عن برامج دعم التوظيف على عجالة ومجموعة مختارة منها سنتحدث عن برنامج التثقيف والإرشاد المهني وأيضاً عن دور مراكز التوظيف التابعة لصندوق تنمية المورد البشرية عندما نتحدث عن برامج دعم التوظيف يمكن أن أشارككم اليوم أربع برامج أساسية لها علاقة مباشرة في التسرب برامج الدعم الإضافي للأجور هو برنامج لو نظر عليها على عجالة هو يساهم القطاع الخاص بدعمهم في رفع مستويات الأجور داخل منشآتهم فيقدم دعم مالي يصل إلى أربعة ألاف ريال ولمدة أربعة سنوات تتنازل بعد كل سنة عندما نتحدث عن التسرب الوظيف نحن نعرف أن الأشهر الأولى هي الأشهر الصعبة جداً فعندما يستمر ويستقر الموظف في أول أشهر تقل فرص تسربة من المنشآة البرنامج الآخر هو برنامج مكافأة الجدية للعمل حقيقة برنامج هذا برنامج فريد جداً من نوعة نحن نفخر في صندوق تنمية الموارد البشرية نحن عملنا مع شركائنا ومع القطاع الخاص ومع مستشارينا لتصميم هذا البرنامج البرنامج جاء بناءً على الاستماع لكم كشركاء لنا وكعملاء لنا بناءً على دراساتنا وجدنا أنه معظم مستفيدي حافز على سبيل المثال وهذا البرنامج يقدم بشكل خاص لمستفيدي حافز أنه لا يقبل الوظيفة إلا في الشهر الحادي عشر أو الثاني عشر وهو بعد الاستفادة الكاملة من المخصص المالي لهذا البرنامج فصمم هذا البرنامج بحيث أنه يطلب أو يشجع يحفز مستفيدي حافز إلى قبول الوظيفة بغض النظر عن دخلها سواء كانت 3 ألاف أو 4 ألاف أو 5 ألاف دون ضياع هذا المخصص فنحن نطلب من المستفيدي حافز أنهم يقبلون الوظيفة ونضمنهم مكافأة تصل إلى 24 ألف ريال التي توازي مكافأة حافز لمدة 12 شهر هذه المكافأة توزع على المستفيدي حافز عندما ينتقلون إلى الوظيفة على مدى سنتين يمكن السبب على مدى سنتين نحن نحفز طالبي العمل عندما ينتقلون إلى وظيفة في القطاع الخاص أنهم يبقون في وظيفتهم لمدة سنتين حتى أنهم يحصلوا على هذه المكافأة برنامج الآخر وهو برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي ليس مخصص بالذات لمستفيدي حافز إنه مخصص لجميع من هو مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية فكرة تقديم دورة ومكافأة للسنة الأولى وللسنة الأخرى في السنة الأولى يقدم دورة قيمتها خمسة ألاف ريال وأيضاً مكافأة راتب يصل إلى أربعة ألاف ريال في السنة القادمة عندما يثبت لطالب العمل جدية وبقاء واستقرار في العمل فيقدم له راتبين إلى غاية ثمانية ألاف ريال ومكافأة تدريبية تصل إلى عشرة ألاف ريال يمكن تلاحظون على نفس البرنامجين برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي وبرنامج الجدية للعمل جميعها مقسمة على أربعة وعشرين شهر حتى أنها تساعد طالب العمل أو الموظف أنه ما يحصل على هذه المكافأات إلا عند استقراره وبقاءه في سوق العمل البرنامج الآخر وتحدثنا عنه أمس في الجلسة الرئيسية وهو برنامج مكافأة أجور الطوطين وهو على عجالة مكافأة جميع المنشآت التي استثمرت في رأس المال البشري السعودي من استثمر في رأس المال البشري السعودي عن طريق رفع الأجور السعودي الموجودين أو عن طريق توظيف سعوديين في منشآتهم في صندوق تنمية الموارد البشري يكافأهم بنسبة تصل إلى خمسين في المئة من نسبة رفع الأجور يمكن أخذنا أمس مثال ويبدو أنه لا نحتاج إلى الحديث أكثر عن هذا البرنامج نأتي إلى برنامج التثقيف والإرشاد المهنية بشكل عام جميع الجلسات أمس وجميع الزملاء التي تحدثنا عنهم أثناء المؤتمر وفي الاستراحات الكل يتحدث عن الحاجة إلى التثقيف المهني الكل يتحدث عن الحاجة إلى الثقافة العمالية في سوق العمل نحن في صندوق تنمية الموارد البشري سمعنا واتفقنا معكم وعملنا على ذلك والكل يشاركني أنا متأكد الرأيي أن التثقيف المهني لا يمكن أن يعمل في يوم وليلة لا توجد عصة سحرية نحن نضربها ويطلع الكل عنده ثقافة مهنية وجادة نعتقد أن نحن كمجتمع نحتاج نعمل الكثير في هذا المجال كثير جدا وبناء على ذلك لما نظرنا إلى ما يحتاجه مجتمعنا في المملكة العربية السعودية وجدنا أنه نحتاج سنوات كثيرة لتحقيق أهدافنا وبناء على ذلك صممنا مسارين لهذا المجال مسار وهو مسار الاستراتيجي والذي سيأخذ يمكن سنوات عدة بحيث أن نحن نتشارك مع جميع فئات المجتمع والمنشآت الحكومية والخاصة نحن نتكلم عن تثقيف مهني في الجامعات نتكلم عن في التعليم العام في المنازل في المجتمعات في كل مكان حتى يقدم أيضا تثقيف المهني لمنهم على رأس العمل ليس فقط طالبي العمل وإنما منهم على رأس العمل وفي نفس الوقت كنا نحتاج إلى حلول سريعة جدا لتدخل في سوق العمل ومساعدة طالبي العمل ومنهم على رأس العمل فسمينا ذلك هذه الأنشطة بالمسار السريع ولكي نحقق هذه الأهداف تشاركنا مع نخبة من مقدمين الخدمات في مجال التثقيف المهني المتواجدين في أنحاء مملكة مختلفة لتقديم بعض الخدمات الأساسية لطالبي العمل ومن يحتاجها سواء البسيطة منها أو المطورة أود أن ننوه أن جميع برامج صندوق تنمية المورد البشرين عندما نتقدم وعندما نتحدث عنها فنحنا لا نفرق بين ذكر وأنثى فجميع هذه البرامج تقدم لجميع السعوديين والسعوديات في المملكة الجزئية الأخرى التي أتحدث عنها وهو مراكز التوظيف كل الناس سمعنا عن برنامج حافظ يمكن أنني لست أفضل شخص أتحدث عن البرنامج ولكن عندما نتحدث عن برنامج حافظ نتحدث عن برنامج مساعدة للحصول على وظيفة للحصول على عمل المخصص المالي هو جزء منه ولكن الجزء الأهم من وجهة نظره هو مساعدة طالب العمل في الحصول على وظيفة لكي يحصل على وظيفة نحن نتفق معكم أن طالب العمل قد يحتاج إلى أساسيات ومساعدة سريعة جداً لكي يكون مؤهل الحصول على وظيفة من هذه الخدمات التي يقدمها هو عبارة أنشأنا 29 مركز منتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية تشاركنا مع مشغلين عالميين لهم خبرة طويلة في هذا المجال لتقديم خدمات أساسية لمستفيدين يحافظ بحيث أنهم يجهزون ويأهلونهم بشكل أفضل عندما يدخلون سوق العمل ويصلون إلى وظائفهم في القطاع الخاص الخدمات الأساسية التي نتكلم عنها هي خدمات الإرشاد المهني خدمات التدريب البسيط والسريع خدمات التوظيف وخدمات ما بعد التوظيف يمكن العامل المشرك في جميع البرامج التي تحدثت عنها أنها لا تنتهي عند التوظيف إنما تستمر إلى ما بعد التوظيف الخدمات المراكز التوظيف هذه تهيئ طالب العمل من بداية من تعريفها بسوق العمل من حقوقه من إنشاء السيرة الذاتية في التعامل مع صاحب العمل في التعامل في أخلاقيات العمل ومن ثم أيضاً التواصل معه بعد الحصول على وظيفة للتأكد أنه لا يحتاج أي دعم بعد ذلك تقريباً خلصت آخر سلايد عندنا هو انتشار هذه المراكز في 13 منطقة الجغرافية التي موجودة في المملكة العربية السعودية في الختامة أود أن أكرر فقط أن تحدي التسرب الوظيفة هو تحدي مشترك لنا كلنا لا يمكن أن نضع باللوم على طالب العمل فقط صاحب العمل عليه مسؤولية كبيرة جداً البيئة لها دور كبير جداً فلا بد أن نتشارك سوياً لتعامل مع هذه الظاهرة وشكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً